السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم في يحكى أن كل أسبوع وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة أغلب فترات الحلقة ممكن حضراتكم تبعتولنا الأسئلة اللي أنتوا عايزينها في أي مجال ممكن كمان تبعتولنا اقتراحات عن موضوعات تحبوا أن احنا نتكلم عنها وأكيد ممكن ترجعوا لأي جزء من محتوى حلقاتنا السابقة وما أكثرها ولله الحمد يعني في أي وقت أنتوا عايزينه بتكتبوا بس اسم الموضوع اللي أنتوا عايزينه وسلاش كده دكتور محمد رفعت يحكى أن غالباً هيطلع لكم الموضوع يعني إن شاء الله وإذا ما طلعش بتكون زي ما بقول دايماً فرصة حلوة أن احنا ننتبه ونتكلم عن هذا الأمر موضوعنا الأول في حلقة النهاردة هي نصائح للأمهات للتعامل مع شعر بناتهم الصغارين ممكن ناس تستغرب من هذا الموضوع بس أنا الحقيقة أنا شخصياً مش مستغرب وعارف أن في أمهات كتيرة قوي قوي مش هيستغربوا من الكلام ده كله ناس كتيرة ممكن تقول هو يعني هو ده إيه علاقته بالطب؟ لا هو له علاقة وبعدين احنا اتفقنا أن احنا فيه حقيقنا بنتكلم من منظور اجتماعي طبي في أوقات كتيرة جداً جداً بنحط نفسنا مكان حضراتكم في البيوت كأباء وأمهات وبنجتهد أن احنا نتكلم في كل ما له علاقة بالأسرة بشكل عام وإن شاء الله ربنا الحمد لله يعني موفقنا فيه مواضع كتيرة جداً جداً عشان كده الموضوع اللي اخترته النهاردة هي نصائح عملية وكلها لها أساس علمي يعني بوجه نصائح للأمهات للتعامل مع شعر بناتهم الصغارين الصغارين اللي هم إيه بقى؟ اللي هم خلاص ابتدوا يعني يجبروا شوية وشعرهم يطول شوية ويبقى فيه أحنا يعني مشاكل وتشابك والحاجات دي كلها لكن فيه بقى نصائح أول نصائح أو أول نصيحة إذا كان شعر الطفلة متشابك ملبك يعني أو معقد حاولي تفكي تجعيد الشعر بعد غسله يعني بعد ما تغسلي شعر بنتك أو بعد ما بنتك تستحم ليه؟ ده لتجنب مزيد من التشابك أو مزيد من العقد في الشعر طبعا في غسيل شعر طفلتك لازم تستخدمي الشامبو المناسبين لشعر الطفلة يعني أولا يكونوا خاليين من المواد الخطيرة اللي كلمت حضراتكم عنه خالي من البرابينز خالي من الفاثيليتز خالي من السلفيت اللي هي الكابريتات خالي من الصبغات ده شرط أساسي وزي ما اتفقنا برضو لو فيه يعني شامبو أو بلسم أو منتج يعني مش متوفر فيه الميزة أنه يبقى الأربع مواد الخطيرة دول غائبين فلازم على الأقل يبقى فيه تلات مواد غائبين أو مادتين إنما ما يبقاش كده إيه؟ المعيار بتاعنا في الحكم على الصحر نستخدمه لأطفالنا أو ليه نحن حتى ككبار إنه يبقى ريحته حلوة ولا إن سعره بس مناسب ولا إنه معموله حملة إعلانية ضخمة باستخدام نجوم محبوبين لا إحنا المعيار الأهم هو المعيار الصحي والمعيار الطبي فيبقى لازم تستخدمي نوع الشامبو أو البلسم المناسبين لشعر الطفلة ده من ناحية الأمان من ناحية تانية بقى لازم تستخدمي النوع المناسب لطبيعة شعر الطفلة يعني إيه؟ يعني فيه شعر اسمه شعر دهني أو شعر جاف أو شعر كيرلي اللي هو يعني اللي هو الملولي وده تمام؟ فيه كل نوع من دول ليه الشامبو المناسب تمام؟ نكمل يفضل استخدام المشت أو الفرشة الخشب وفيه ناس كتيرة ممكن تستغرب الموضوع ده يقولوا إيه المشت الخشب بس أنا عارف إنه فيه أمهات ويعني زوجات كتيرة قوي عارفين المعلومة دي لأنهم شطار المشت الخشب هو المشت المناسب المشت أو الفرشة خلاص؟ ولازم كمان لو مشت مش فرشة يكون أسنانه واسعة يعني يكون المسافات ما بين السنون دي واسعة المشت الدي غلط لإنه بيقطع الشعر بيقطعه بمعنى حرفي حد يقولي طيب هو الفرشة اللي إحنا بنسرح بيها الفرشة البلاستيك دي فيها خطورة أقول لهم آه هي غلط برضو ليه؟ لأنها بتولد شحنات كهربائية بتؤثر سلبيا على الشعر حد هيقول دلوقتي يا الله يا عم ما إحنا طول عمرها بنستخدمها تمام لكن إحنا دلوقتي بنقول الصح وزي ما اتفقنا إحنا بنقول الصح وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه فإحنا لما بنقول على فكرة المنتجات اللي هي الخشبية اللي بيقول لكم عليها تي أحيانا بتبقى أرخص يعني أو في أغلب الأوقات إن ما كانتش نفس الأسعار فهي أحيانا بتكون أرخص من الفرش الشعر اللي هي الحد أو اللي هي البلاستيك أو كده المهم يعني بلاش البلاستيك لإنها وإحنا كمان اتفقنا إذا كنا إحنا كنا بنعمل حاجة أنا بتكلم بقى على الأمهات وعلى الزوجات وعلى حتى الأباء وكده طيب اكتشفنا إنها غلط يبقى نحاول إن احنا نتجنب هذا الخطأ مع أطفالنا خلاص فقلنا فرشة الشعر أو المشت البلاستيك بيولد شحنات كهربائية وده بيقلوه تأثير سلبي على الشعر طيب إيه تاني من النصايح اللي عايز أقولها للأمهات بخصوص شعر البنات الصغارين التسريح تسريح الشعر يبقى من فوق لتحت من فوق لتحت تمام ومسكتك للشعر يعني عادة الأم أنتوا أكيد فاهمين قصدي لما بتيجي تسرحي بتبقي مسكة الشعر وتسرحي كده خلي مسكتك للشعر يعني للبانش أو للجزء من الشعر اللي أنت مسكاه ما يبقاش مقارب قوي لإيدك لا خليه خلي المسكة دي تبقى من تحت شوي ليه؟ علشان ما يبقاش فيه شد أو ما يبقاش الموضوع مؤلم للطفلة خلوا بالك من التفاصيل الصغيرة دي قوي يا جماعة التفاصيل دي تبان صغيرة لكنها يعني إيه الضرر إن إحنا نتجنب إن الطفلتنا بنتنا الحلوة الأمورة الأمر دي الجميلة دي إن إحنا نجنبها الألم مساء فخلي بالك وإنت بتسرحي شعر بنتك إنت عادة بتبقي مسكة كده جزء من الشعر وبتسرحك طول ما المسافة دي صغيرة إنت غصبا عنك لا إرادية كده أو بلا وعي هتشدي الشعر أكتر فده هيكون مؤلم فحاولي تخلي المسكة زي ما بقول من تحت أكتر وتسرحي هيبقى منها أن إنت متحكمة في الشعر وفي نفس الوقت لا تسببي الألم لطفلتك لبنتك وده أمر يعني عظيم تمام؟ إفرقي الشعر يعني إيه إفرقي الشعر طبعا كل ناس عارف بس مش الفرقة بتاعة الرجالة بقى فرقة البنات فرقة شعر البنات غير كده خصوصا بقى البنات الجمال اللي شعرهم بيبقى كسيف ما شاء الله وتقيل خلاص يعني سرحيه حبة بحبة يعني خدي حبة وبتدي سرحيه وحبة تانية وبتدي سرحيه دي اسمع فرق الشعر طبعا أنتوا أسادزة بقى أنتوا اللي تعلمونا بس أنا يعني بكتهد كده على قد يعني تمام؟ يبقى تسرحي الشعر تفرقيه يعني تشتغلي فيه كده أو تسرحيه حبة بحبة كل مجموعة كده بمجموعة تمام؟ في حال استخدمتي السشوار أو مجفف الشعر وده مش ضروري خالص بس في حال استخدمتيه وأحيانا بيكله ضرورة على فكر يعني أحيانا مثلا بيكون فيه ضرورة أنك تنشفي شعر الطفل عشان مثلا المكان فيه طيار هوا أو مكان شغال فيه مثلا أجهزة تكييف في البيت أو مراوح أو خارجين على طول أو ما إلى ذلك فبيكون فيه احتياج أن الشعر يكون ناشف فممكن ساعتها الأم تقول إيه لا أنا هستخدم السشوار مش عشان أضر بنتي ولا حاجة لأن السشوار استخدامه الكثير أو المتكرر لضرر تمام؟ لكن أنا عشان عايز الشعر ينشف عشان أتجنب ضرر أكبر لقدر الله فإذا كان هناك ضرورة لاستخدام سشوار أو استخدام مجفف الشعر زي ما بقول فلازم يكون على أقل درجة اللي هو اللو شو بيبقى درجات كده سواء بالأرقام أو بالكلمات يعني low أو medium أو high مثلا أو 1 2 3 فأيا كان بقى اللغة يعني المستخدمة للتوجيه حضراتكم فلازم تبقى الاستخدام مع الأطفال يكون على أقل درجة ليه؟ علشان شعر الطفلة بيكون حساس شعر الأطفال بشكل عام بيكون حساس علشان كمان لو استخدمنا على مستوى عالي شوية ممكن لقدر الله ده يتسبب في حرق أو على الأقل لقدر الله يعني حرق يعني لقدر الله أو على الأقل على الأقل لا سعب في فروة الراس لأنه بيكون هوى سخن جدا فده ممكن يؤثر برضو جدا على طفلة ويخليها تتدايق من الموضوع ومتوقعش عايزة تسرح شعرها ويسبب لها الألم فليه نعمل كده؟ نخلي بالنا من هذه التفاصيل الصغيرة نكمل النصائح اللم الجامد لم الشعر جامد غلط ففي ناس موك تقول إيه هو إيه لم الشعر الجامد ده هقول لكم يعني ديل الحصان غلط التسريحة الشهيرة دي أو الضفيرة دي غلط خلاص؟ إذا اضطرينا أن احنا نعملها تبقى مرات قليلة وده ليه غلط؟ لأن الشعر الجامد ده في حاجة اسمها أنتوا أكيد عارفين المصطلح ده الشعر لما بيتلم جامد يعني بتاخده كده وتلمه على وراء مثلا أو كده حاجة اسمها بينحل بينحل الشعر يعني إيه بقى ينحل الشعر دي من الناحية الطبية؟ يعني إضعاف الإمداد الدموي للأطراف البعيدة إضعاف الإمداد الدموي للأطراف البعيدة يعني إنت مثلا لميتي الشعر أهو شديتي كده جامد ولميتي عملتي دي الحصار فتلاقي الأطراف اللي هنا دي الدورة الدموي بتاعتها ضعفت فتلاقي الدم قل فإيه اللي يحصل لها؟ تخف تبقى خفيفة وممكن لقدر الله تقع فتلاقي أماكن فيها شعر أقل من شعر أو شعر أماكن فضية أو شعر ضعيف قوي فيها معرض للسقوط لقدر الله أنا عارف كويس قوي إن فيه أمهات كتيرة قوي بيعملوا حكاية لم الشعر دي خوفا من لقدر الله حشرات الشعر خصوصا في وقت بقى كمان دخول المدارس تحديدا وكده لكن أنا بقول لكم برضو الصح واكتهدوا إنكم تدوروا على طرق أخرى تمام؟ تحمي الشعر بتاع بنتكم يعني من الإصابة بحشرات الشعر خلاص؟ وفي نفس الوقت ما تأثروش سلبيا عليه وأنا زي ما بقول لكم وأقول لسه من شوية إذا اضطرنا إن إحنا نعمل كده فما يبقاش طول اليوم وما يبقاش كل يوم خلاص؟ إذا جمعت الشعر أصلا في ربطة أي ربطة؟ خلي الربطة زي ما احنا بنقول لوس يعني اللي هي ربطة غير محكمة ما تبقاش الربطة اللي هي الجمدة ما تبقاش اللمة اللي هي الجمدة دي لأ تبقى الربطة محكمة تبقى ربطة واختشكل صحيح تمام كده؟ خلاص؟ دي نقطة مهمة جدا تيوك الشعر تيوك جمع توكا تيوك الشعر معظمها بيقطع الشعر معظمها مهما كان شكلها لطيف وطفولي والحياة فيه اجتهات في الإكسسوار قوي بتاع البنات في المجال ده بس الحقيقة بقى أن تيوك الشعر معظمها بيقطع الشعر استخدامها بيؤدي إلى قطع الشعر عشان كده بيفضل استخدام الأساتيك كمان العريضة الأساتيك اللي هي إذا كانت بتلم الشعر أو بتلم جزء من الشعر فالأساتيك كل ما كانت عريضة كل ما كانت أفضل نصيحة اللي بعد كده قصي أطراف الشعر عند طفلتك أو عند بنتك مرة كل شهرين أو ثلاثة على فكرة فيه ناس يعني فيه بعض الأطباء في تخصص الأمراض الجلدية بيقولوا أن قص الشعر أطراف الشعر مش القص الشعر كله قص الأطراف ممكن يبقى كل شهر كمان ده المعدل المطلوب لكنها بقولي إيه كل شهرين أو ثلاثة ليه؟ الحكاية دي بتخلي الشعر ينمو أحسن يا جماعة تمام؟ خلاص؟ القصة كمان القصة اللي بتنزل هنا دي لازم تقصيها قبل ما تغطي الحواجب عند طفلتك خلي بالك أن القصة دي مش عايزينها تتدخل مع الرؤية ولا أنها تدايق الطفل سرحي شعر بنتك أو طفلتك لما تكون مش تعبانة هي مش تعبانة ومش جعانة ومش متدايقة وانتي كمان بلاش تسرحي شعر طفلتك وانتي عصبية أو متدايقة لأن ده هينعكس عليكي وهتقلمي بنتك من غير حتى ما تقصدي أنا عارف أن فيه أوقات كتيرة قوي بتتحول الموضوع ده أن الأم وهي بتسرح شعر بنتها بس بقى سكوتي بقى وتلاقيها مثلا أن هي متنرفزة من حاجة الأم أو يعني متدايقة من حاجة وبتطلع شحنة كده سلبية في بنتها إذا كانت مثلا بنتها حتى مثلا مش متجوبة معاه لا دي لحظة جميلة حولوا اللحظات دي أن انتي قاعدة كده تسرحي شعر بنتك حولي اللحظات دي لذكريات حلوة مع بنتك اتكلمي معاها بكل حب واتمام وتشجيع وبالمناسبة ممنوع استخدام المستحضرات الكيميائية الخاصة بفرد الشعر سواء الكيراتين أو البروتين أو الكولاجين وبلاش كريمات فرد الشعر للأطفال خلاص طفلتك مش محتاجة في العمر ده لا زيوت ولا حمامات كريم كمان وافتكري دايما أن مهمتك هي العناية بشعر طفلتك مش أنك تغيري طبيعة أو شكل الشعر ده طبيعة شعر طفلتك مش هتتحدد دلوقتي خالص لكن في مرحلة قلب الوغ خلي الطفلة قعدة قدام المراية وانت قعدة أو وقفة وراها عشان تبقى شايفة انت بتعملي ايه وخليكي منتبهة دايما أن طفلتك بترائب تعبيرات وشك أكتر ما بترائب اللي بيحصل في شعرها وخليكي دايما مبتسمة وبشوشة وقولي لنفسك الحمد لله إن جه اليوم اللي بقى عندي بنت جميلة وزي الأمر وكمان بسرح لها شعرها هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصل خليكم معانا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التاني من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه واللي كلمنا في جزءها الأول عن نصائح للأمهات وللأباء كمان لما يجوا يسرحوا شعر بناتهم الصغارين ارجعوا لهذا الجزء على وسائل التواصل لو ما كنتوش تابعتونا من بداية الحلقة وبتابعونا دلوقتي دلوقتي بقى في الجزء التاني ده هنتكلم عن موضوع جديد وهو قشرة الشعر أو القشر اللي بيه موجود في الشعر عند الأطفال وتحديدا الموليد الجدد مش الأطفال بشكل عامي قشرة الشعر أو قشرة فروة رأس شعر الطفل أو الكرادل كاب كل دي يعني كل الأسامي اللي أنا قلتها دي مسميات بتوصف حالة واحدة عند الموليد الجدد وهي أحد أنواع إصابات فروة الرأس الإصابات دي بتكون ناتجة عن زيادة إفرازات الغدد الدهنية علشان كده الحالة دي أصلا طبيا القشر ده اسمه سيبوريك ديرماتايتس ده مصطلح طبية الموضوع ده نادر الحدوث يعني حاجة نادرة ولا شائعة بين الموليد الجدد الإجابة أنه لهذا الأمر شائع جدا طيب ده يستلزم إيه؟ حاجة كده كنت بعملها مع يعني تلمزتي وانا يعني بشرح لهم أو حتى زملائي أو كده لما تبقى حاجة منتشرة قوي أو بتحصل لأطفال كتير قوي كنت أقولهم دايما إيه؟ يبقى نبدأ كلامنا بإن إحنا نطمن الناس نطمن الناس إنه الحالة اللي عند طفلتك أو طفلك المولود اللي لسه الصغير ده خلاص حالة شائعة وفي قاعدة طبية كده غريبة جدا يعني إن الحاجة الشائعة ما بتبقاش خطيرة دي يعني غير إنها قاعدة طبية دي رحمة من ربنا سبحانه وتعالي فهمتوا قصدي؟ يبقى دي حتى قاعدة طبية خلوني يعني أنا بقولها دلوقتي كده هو لحتى لزملائي وأصدقائي وتلاميذي من الأطباء الصغيرين يعني اللي لسه بيبدعوا حياتهم لما تلاقوا حاجة طبية أو وضع طبي شائع الحدوث ابدأوا كلامكم بطمأنة الأم والأب خلاص ده يعني في فلسفة العلاج والتعامل الطبي بيكون له وقع جميل جدا جدا تمام؟ يبقى قشر الشعر عند الموليد الجدد حالة غير مقلقة طيب قشر الشعر بقى عند الطفل في الوقت ده بيكون لونه أبيض ودي نقطة مهمة قوي وهتعرفوا دلوقتي ليه وجود القشر ده ها؟ وجود قشر الشعر ده خلوا بقى لكم قوي بقى من نقطة دي مش معناه أبدا إصابة راس الطفل ده أو الطفلة دي بالقشر بعد كده يعني ده مش مؤشر ان احنا نقول آه ده ابني بقى أو بنتي دول لما يجبروا شوية هيبقى عندهم قشر في شعره لا خالص ملوش الأمر ملوش علاقة خالص بالحكاية دي خلاص أنا بتكلم عن الموليد الجدد اللي هي الفترة بتاعت هتعرفوا دلوقتي لحد الأقصى كمان بتاعت الحالة دي بتكون لغاية قد إيه القشر ده جماعة قشر الشعر ده مبدئين كده بيقع لوحده يعني من غير من غير ما احنا نتدخل هو هيقع لوحده لو سبناه في حاله كده ما عملناش في حاجة خالص هو لوحده بيقع هتقولولي إيه ما هو بيتكون تاني يتكون هيقع وهكذا زي ما قلتلكم اي ده حاجة مرتبطة بزيادة نشاط الغدد الدهنية وده نتيجة ان الغدد الدهنية دي ما بتكونش حصل انتظام وظيفي في مهمتها في العمر الصغير بتاع الطفل طيب تيجي أم أو أب يقولولنا إيه طيب احنا عايزين نشيلها يعني شكلها مش حلو قولولهم ماشي إذا حبيتي تشيليها بس الأمر له ضوابط بقى تشيليها إزاي مبدئيا القشر ده قشر الشعر ده بيستجيب جدا للتدليك الرقيق طيب هتدلكي يعني أهو أكد دي فرد راس طفل وفيه قشرة هي التدليك الرقيق يعني بالراحة كده والتدليك الرقيق ده خدوها قاعدة كده بالعقلة الأولى من الأصابع العقلة الأولى يعني مش بالصوابع كلها الصوابع كلها يبقى ده مش تدليك رقيق التدليك الرقيق مع الأطفال يعني بأول عقلة من الصوابع خلاص يبقى أنت كده أهي بتعملي كده طيب هتدلكي بإيه بقى إيه المادة اللينة أو اللي هتسمح لك بمرونة استخدام بقى الأصابع فوق القشرة دي استخدمي الشامبو بتاع شعر الطفل فيه أنواع من الزيوت بتتباع للأطفال فيه زيت للجسم للأطفال في العمر الصغير تمام ممكن تستخدمي زيت الجسم بتاع الأطفال ممكن تستخدمي الشامبو بتاع الأطفال خدي جزء صغير قوي على طرف صبعك بس كده نقطة وبتدي دلكي بس كده بالراحة أو زي ما بقول بالعقلة الأولى بعد كده بتعملي ايه بتخسلي الراس الطفل أو الطفلة الصغارين دول بالمية بكل حرص يعني تشتفي من الآخر بس خلي بالك ان فيه مناطق طرية فيه فتحات كده طرية فتحة أمامية وفتحة خلفية فتحة بمعنى ايه كل اللي عندهم موليد جدد دلوقتي عارفين قصدي بتلاقي عليها جلد وكل حاجة بس اما بتحطي ايدك بتلاقيها مفتوحة اللي هي الجمجمة لسه مفتوحة لسه هتقفل طيب الفتحة الأمامية بتقفل امتى؟ الأمامية بتقفل عند سنة وسبعة شهر الفتحة الخلفية بتقفل عن ستة شهر يعني بتختفي عن ستة شهر اللي قدام بتختفي عن سنة وسبعة شهر في بلاد الشام اللي هم سوريا ولبنان والأردن والعراق وبعض دول البحر المتوسط بيستخدموا زيت الزتون في عملية التدليج ده تمام يعني مفيش مشكلة خلاص؟ طيب هل الأمر بقى انتهى كده؟ لا في حال زيادة القشرة دي قوي طب ايه يعني زيادتها قوي يعني ايه؟ زيادتها عدناهم لقناهم كتير؟ لا زيادتها قوي يعني ايه؟ يعني لقينا القشرة دي في معظم راس الطفل مغطية معظم راسه او ابتدت كمان تنزل على وجهه او تنزل توصل للرقبة احيانا القشرة ده بيوصل للرقبة يبقى لو لقيناها مغطية راس الطفل كلها او ابتدت تسحب كده وتقرب من الوش او الرقبة او ان لون القشرة اللي لسه ايه اللي حضرتكم من شوية انه هو لونه ابيض ابتدى يتحول الى اللون البني او الاصفر الداكن او الغامق هنا بقى لازم استشارة الطبيب لازم استشارة الطبيب وانا هنا بتكلم عن طبيب الطفل على فكرة ممكن طبيب الاطفال وممكن تخصص طب الامراض الجلدية الاتنين هيعرفوا يتصرفوا ما تقلقوش يعني تمام؟ بصفة عامة لازم نتابع ظهور قشرة الشعر دي باستمرار ليه؟ ليه بقول لكم الكلام ده؟ لانه المواليد الصغيرين معظم الوقت بنكون مغطين راسهم فترات طويلة وانا في النقطة دي الحقيقة عايزة نصحكم بقى نصيحة بخصوص ان احنا نغطي راس الطفل يعني دايما المواليد الجدد عندنا يعني في بلدنا الحقيقة وفي البلاد العربية عندنا الثقافة دي موروث شعبي شوي انه هو ان راس الطفل تكون متغطية فانا عايزة اقول لكم ان احنا مش لازم نعمل كده كتير او بمعنى ادق نخلي موضوع تغطية راس الطفل ده في اوقات الخروج مثلا بس لما نيجي نخرج سواء خارجين في جو حار او في خارجين مثلا في مكان ممكن يكون فيه طيارات هوائية او تكيفات او ما الى ذلك خلاص انما في اوقات تانية يعني واحنا عاديين في البيت ودرجة حرارة البيت عادية ومفيش يعني طيار هوا معرض له الطفل ودي حاجة طبعا منطقية ويعني لازم تحصل فمش لازم نبقى مغطيين شعر الطفل او مغطيين قصدي راسه مش شعر مغطيين راسه لان فيه ناس كده على طول معتبرا ان الطفل المولود ده لازم نغطيه نلبسه حاجة على دماغه لا ده مش لازم زي ما بقولكو لما نبقى خارجين سواء كانت مثلا الدنيا حر او فيه طيارات هوائية او ما الى ذلك انما بشكل عام زي ما بنصحكم تغطية راس الموليد الجدو الطول الوقت ده امر غير صحي بشكل عام قشر الشهر عند حديثي الولادة بيزيد في الاجواء الحرة يعني كل ما تبقى الدنيا حر تلاقي القشر ده يزيد وبيزيد كمان مع العرق ولكنه ودي بقى نقطة مهمة جملة مهمة جدا قشر الشهر يختفي تماما من تلقاء نفسه مع نهاية السنة الاولى ان شاء الله يعني من غير اي تدخل مننا طيب الموضوع اللي عليه الدور اللي هكلم حضراتكم عليه موضوع عنوانه خالي من الجلوتين خالي من الجلوتين جملة هي بنسمعها كتير اقوي الجملة دي انه حساسية ضد الجلوتين او ان المنتج ده خالي من الجلوتين وبنشوف اماكن كتيرة زي مثلا سوبر ماركت او محلات بيع اغزية علامة او يفطى بتقول ان المنتجات اللي في الجزء ده من المكان خالية من الجلوتين دلوقتي بقى انا عايز اعرف حضراتكم بعض المعلومات عن الموضوع ده حساسية القمح او ما يعرف بالسيليك ديزيز او الداء البطني كلها اسماء متعددة لمرض واحد من امراض الجهاز الهضمي هذا المرض مرض مناعي ذاتي طويل الامد مناعي وذاتي يعني مناعي ذاتي يعني مش مناعي مكتسب لا ده حاجة من امراض المناعية الذاتية ان الجسم هو اللي بيهاجم نفسه طويل الامد يعني مرض مزمن مش حاجة مثلا عارضة كده وبتختفي هذا المرض يؤثر في المقام الاول على الامعاء الدقيقة وهذا المرض يستلزم عدم تناول الجلوتين في الاطعمة ليه؟ لانه في الحالة دي لو المريض ده عنده الحساسية دي او عنده المرض ده وتناول اي طعام فيه جلوتين ده هيؤدي الى لقدر الله تلف الامعاء الدقيقة طيب ايه هو الجلوتين ده بقى؟ الجلوتين ده بروتين نوع من البروتينات موجود في القمح والشعير طيب هل في عوامل بتحفز ظهور هذا المرض؟ الإجابة بقى؟ يعني في ناس عرضة للإصابة بالمرض ده اكتر من غيرهم؟ اه ايه هي العوامل دي؟ اول حاجة التاريخ الاسري يعني العمل الوراثي يعني غالبا اللي عندهم حساسية من الجلوتين هتلاقوا فيه تاريخ مرضي هتلاقي الاب الام الجد الجدة عمه عم خال وهكذا اللي عندهم التاريخ المرضي ده بيكون دول مؤهلين او كون عندهم قابلية للإصابة بحساسية الجلوتين او الداء البطني كمان الإصابة بمرض السكر من النوع الأول ومرض السكر من النوع الأول عشان حضراتكم تبقوا عارفين هو اللي هو طيب ايه اللي هو النوع الأول ده النوع اللي بيعتمد فيه علاجه على الإنسولين الأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول بيكون عندهم قابلية للإصابة بحساسية الجلوتين او الداء البطني ده اكتر من غيره كمان الأطفال اللي عندهم متلازمة دون او متلازمة تيرنر او الأطفال اللي عندهم امراض اخرى من الامراض ذاتية المناعة زي ايه زي امراض الغدة الدرقية ما بتيجي للأطفال او زي التهاب المفاصل الروماتويدي مش فينا تسمعوا على الناس يقولك انا ده عنده روماتويد الروماتويد ده على الفكرة بيجي الأطفال برضو مش لازم بيجي عند الكبار ولا عند الستات بس عشان في ناس فهم المواضيع دي غالط تمام كمان فيه امراض تانية بتحفز ظهور هذا المرض زي ايه زي حاجة اسمها التهاب القولون المجهري ومرض اديسون اعراض الحالة المرضية دي مربكة ومحيرة شوي ليه مربكة وليه محيرة هقولكم لانها ممكن تحصل كلها او عدد كبير منها يعني عدد كبير من الاعراض وممكن في احوال تانية تلاقوا الاعراض قليلة طيب الاعراض بقى هي ايه تمدد البط يعني بيحصل انتفاخ في البط بيحصل اسهال في بعض الاحوال بيكون امساك فقدان الوزن الارهاق الغثيان والقيق الصداع الشعور بالتعب والاعياء وبعض اعراض تأثر الجهاز العصبي زي ايه زي التنميل في الادين والقدمين وبيزيد على الاعراض دي عند الاطفال كمان الشحوب انا على فكرة كنت بتكلم دلوقتي بصفة عامة يعني حتى لو حد من الكبار لكن عند الاطفال بقى يزيد الشحوب وسرعة الامفعال وبيبقى عندهم البراز الحقيقة متكتل ورائحة كريهة جدا لازم ناخد بالنا جدا من ان الحالة المرضية دي لابد من الاهتمام الشديد بالعلاج بتاعها او بمعنى اضاق الوقاية منها لان الاستهتار بيها او الاهمال في علاجها ممكن لقدر الله لقدر الله يؤدي لمضاعفات خطيرة زي سوء الامتصاص الغذائي او الانيميا بسبب سوء امتصاص الحديد او الام المفاصل او تدهور وظائف الطحال او الالتهابات المزمنة في الجلد وكمان ممكن تؤدي الاهمال يعني في علاج الحالة دي او عدم الان احنا ما ناخدش بالنا يعني عدم تحمل اللاكتوز وده مرض تاني برضو ممكن تؤدي كمان لوهن العظام نتيجة سوء امتصاص الكالسيوم وسوء امتصاص فيتامين دال وممكن تؤدي لضعف الخصوبة او الاجهاد التلقائي عند السيدات في الاطفال بتكون برضو المضاعفات خطيرة زي قصور النمو وقصر القامة وتأخر البلوغ والطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وكمان بيكون فيه صعوبات تعلم ونقص التناسق العضلي العصبي ونوبات من التشنج غير طبعا الاصابة بانيميا نقص الحديد بسبب سوء امتصاص الحديد الوقاية في المرض ده هي نفسها العلاج ايه ببساطة بتتمثل بكل بساطة في تناول المريض الغذاء الصحي بالنسباله ايه هو الغذاء الصحي الخالي من الجلوتين وطبعا المريض ده لازم يتناول الخضار والفكهة بانتظام واكيد لازم يتابع بشكل منتظم مع اطباء الجهاز الهضمي وخبراء التغذية هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل الجزء الاخير من حلقتنا يحكى انه مازال متواصل خليكم معاكم اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث والاخير من حلقتنا النهاردة في يحكى انه وهكلم حضراتكم في هذا الجزء عن موضوع الحياة شيق وموضوع مهم جدا وهو عن الذاكرة سواء عند الاطفال او الكبار بس اسمحوا لي ان انا ابدأ الكلام في هذا الموضوع بعبارة الحقيقة او جملة جميلة جدا العبارة دي بتقول الحياة ليست ما نعيشه لكنها ما نتذكره الحياة انها جملة عظيمة الحياة ليست ما نعيشه لكنها ما نتذكره جملة عظيمة كتبها كاتب عظيم هو الكاتب الكولومبي الاشهر طبعا جابرييل جارسيا ماركيز وكتب العبارة دي في روايته انت عيش لتروي او انت عيش لتحكي والحياة اللي بيتأمل في الجملة العميقة دي وهي عميقة فعلا هيقتنع فعلا ان الذكريات هي روح الحياة كلامي مع حضراتكم دلوقتي هيكون عن الذاكرة زي ما اتفعلنا هذه النعمة المزهلة مزهلة فعلا هذه النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لينا واللي بيبدأ تكوينها الذاكرة بيبدأ تكوينها في مخ الانسان من الاسبوع العشرين من الحمل ايوة زي ما سمعتم كده الذاكرة تبدأ في التكون من وقت ما بنكون اجنة في رحم امهاتنا والذاكرة من حيث الفترات الزمنية عبارة عن ثلاث انواع هما ايه الزاكرة طويلة المدى والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة القصيرة جدا الاطفال بتستخدم في البداية الذاكرة قصيرة المدى وده من خلال خاصيتي الاسترجاع والتعرف بمعنى ايه بمعنى ان الطفل في مراحل عمره الاولى بيستخدم عقله اكتر من اعتماده على الذاكرة بمعناها المتعارف عليه طيب عايزين توضيح اكتر الطفل بيستخدم طريقة استرجاع الصورة الزهنية والاشكال اللي شافها مؤخرا اكتر من استخدامه الذاكرة اللي هو مخزنها وعلشان حضراتكم تفهموا قصدي اكتر واكتر هقول لكم مثل عملي اذا مثلا صورنا الطفل مسيكنا الموبايل كده صورنا الطفل ثلاث صور في البيت صورناه بكاميراة الموبايل مثلا وجينا تاني يوم صورناه في اماكن مختلفة يعني في البيت وجينا تاني يوم سألنا الطفل ده قلنا له ايه فين الموبايل هتلاقوا ان الطفل بيدور على الموبايل في اخر مكان تصور فيه يعني مكان الصورة التالتة ملقهوش بعد كده هيدور مكان الصورة التانية وبعدين لو ملقهوش بعد كده هيدور في مكان الصورة الاولى ملقهوش هيدور في المكان التقليدي اللي عارف ان الموبايل ده بيتشال فيه أو بيتحطى عليه يعني مثلا بيتحطى على الترابيزة دي أو بيتحطى على المكتبة دي وهكذا أصدي إيه من المعلومة دي طيب من المثال اللي أنا قلته ده أصدي هو تنبيه حضراتكم كأمهات وآباء بمنتهى الجدية على عدم تثبيت الصورة السيئة ليكم أمام أطفالكم يعني الأب بقى اللي إيه اللي بيزعع على طول الأم اللي على طول متنرفزة دي صورة ذهنية الطفل عمال يلقط في صور هو بقى خلاص فلما يبتدي يستدعي الشخص ده في ذاكرته بيستدعي الصورة الزهنية أكتر من اعتماده على الذاكرة زي ما عرفته كده الصورة الزهنية الحديثة كمان بيكون لها الأولوية عند الطفل في ميكانيزم عملية التذكر طيب يبقى ناخد بقى الموضوع طيب في سكة إيجابية يبقى إذا كنا عايزين نسبت معلومة أو حدث للطفل ممكن نربطها بصورة ذهنية يعني إحنا عشان كده الأطفال الحكاية دي بتساعدهم على تخزين المعلومات دي خلاص طبعا كل اللي أنا قلته يعني كل اللي أنا قلته دا دلوقتي بيكون مدى عمر السنتين ونص أصفي ناس ممكن تفتكر بقى الموضوع في المطلق لا لأن بعد عمر سنتين ونص الطفل بقى بيبدأ أو بيبدأ معظم الأطفال في تكوين الذكريات طويلة المدى بيبتدي بقى يكون ذكريات عن طبعا بابا ومامته والمحيطين القريبين منه وأشخاص يعرفهم وهكذا لكن أنا بتكلم على سن سنتين ونصف أقل بيبقى الاعتماد أكتر عند الأطفال على استخدام الصورة الذهنية يعني الشيء اللي ارتبط بأن الطفل شافه خلاص أو حدث هو كان موجود فيه أكتر من اعتماده على الزاكرة لكن برضو الزاكرة طويلة المدى أو الذكريات طويلة المدى بيتدخل في تكوينها عند الأطفال وقوة بقائها يعني أن الأطفال ما تنساهاش يعني عوامل كتيرة زي إيه؟ زي التكرار مثلا يعني أن يكون فيه حدث معين بيتكرار كتير أو الحالة النفسية المصاحبة للذكرة دي والحالة النفسية دي سواء كانت حلوة أو لقدر الله سيئة يعني الطفل اللي بيتضرب كتير مثلا أو اللي بيتزعق له كتير ده بيكون ذكريات طويلة المدى ذكريات سيئة عن الأشخاص اللي بيعملوا معاكد والعكس صحيح الطفل اللي احنا دايما بنحتضنه وبنحبه كده وبنظهر له حبنا واهتمامنا واحترامنا وحناننا ها؟ بيكون ذكريات طويلة المدى عن الحالة دي الحالة النفسية بتفرق أكتر في تثبيت الزاكرة طويلة المدى الذكريات طويلة المدى كمان بيكونها الأطفال عن طريق استخدام الحواس زي البصر والسمع واللمس عشان كده دايما بقولكوا ايه؟ شجعكوا أطفالكوا على الاكتشاف شجعكوا أطفالكوا على الاكتشاف الآمن خليهم يمسكوا الحاجة بأيديهم طالما هي ما فيهاش خطورة خلاص؟ ساعدوهم على صنع ذكرياتهم انتو لما بتساعدوهم على الاكتشاف وتخليهم طب وريني كده ها الحكاية دي بتتعامل ازاي؟ وريني التابلت ده بيشتغل منين؟ وريني كده دوس فتلاقيه دوس هو كل ما هيكتشف بشكل آمن الشيء كل ما احنا ساعدنا على انه يفضل فاكر الزكريات المرتبطة بهذا الفعل عشان كده بقولكوا ساعدوا الأطفال على تكوين زكرياتهم وحاولوا دايما تكونوا جزء جميل ومبهج من الزكريات دي ما تكونوش انتو السيء في رواية طفلكم يعني تمام؟ تكونوا انتو الجمال والطيبين في حياة طفلكم طيب دي كانت بعض المعلومات عن الزاكرة عند الأطفال عايز اقول لحضراتكم بقى معلومات برضو عن الزاكرة بس عند الكبار بقى دي حاجة مهمة يا اول معلومة عايز حضراتكم تعرفوها عن الزاكرة عند الكبار هي ان سعة التخزين في المخ الخاصة بالزاكرة يعني ليس لها حدود الله؟ ليس لها حدود؟ اه ليس لها حدود اما ليه بننسى حاجات؟ وليه احيانا تانية في مواقف معينة بنفتكر حاجات بنستغرب ان احنا فاكرينها؟ الموضوع له علاقة بحاجة اسمها ترتيب الاولويات في التذكر وده بيقرروا المخ من غير ما يرجع لنا يعني ايه؟ يعني مش بارادتنا يعني ايه برضو؟ يعني المخ بيتخلى عن زكريات معينة بيتخلى عن اخوة يمسحها او بيخفي زكريات يدريها كده شوي المخ بقى يعني هو بيعمل كده المخ نفسه شايف ان الزكريات دي ملهاش اهمية بالنسبة لصاحب الزكريات نفسه في عمره الحالي فهمته قصدي؟ وزاي ما قلنا ممكن نفس المخ بقى بتاع نفس الشخص يرجع يستدعي احداث لا تخطر على بال لا تخطر على بال وكان صاحب الزكريات ده نفسه نسيها او فاكر ان هو نسيها لكن تلاقي فجأة نفسك فاكرها بقى دق التفاصيل والحكاية دي بيتبنج اكتر في كبار السن تبص لقى حد من كبار السن بيحكي حاجة احنا ناعد نستغرب نقول ايه انت ازاي اماما فاكر الموضوع ده بتقولك وكنت لابس مش عارف ايه وكانت الساعة كذا وكانت المسلسل الفلاني شغال الله في حاجة هنا حفزت عملية التذكر دي بكل التفاصيل ايه بقى الحاجة دي؟ شيء يعرف باسم استدعاء المؤثرات يعني فيه مؤثر معين مشهد معين في مسلسل او في فيلم بابا او ماما او بتاع بيتفرجوا عليه استدعى هذا المؤثر انك تفتكر حاجة انت كانت ولا على بالك حصلت معك من عشرين سنة من تلاتين سنة سبحان الله سبحان الله فعلا العقل البشري فعلا اكبر معجزة حصلت وهتحصل من بداية الخلق طيب والعقل البشري على كل المعلومات اللي تعرفت عنه دي ما زال اللي ما تعرفش عنه اكتر بكتير من اللي تعرف يعني العقل البشري ده يعني معجزة مهولة يبقى بالتالي بناء بقى علنا لسه بقوله من الخطأ تماما ربط النسيان مثلا او ربط ضعف الزاكرة بالشيخوخة مثلا بكبر السن لا ايبا ده غلط لكنها زي ما عرفنا مرتبطة بايه بأولويات التذكر بالمناسبة ذاكرة السيدات بشكل عام اقوى بكتير من ذاكرة الرجالة خلوا بالكم يعني كلمة ان الستات ما بينسوش اه ما بينسوش يعني اكتر من الرجالة الستات ذاكرتهم اقوى بكتير خلاص من اهم النصايح تحسين الزاكرة والحفاظ عليها ما احنا نحافظ على الزاكرة دي نعمة من عند ربنا خلاص طيب نحافظ عليها ازاي من اهم النصايح كتابة الموعيد والاحداث يعني الناس اللي بتكتب كده المعادل فلاني والاحداث الفلاني يعني الناس اللي بتكتب وذكراتها دي ذاكراتها رهيبة تمام من الحاجات اللي بتحافظ جدا على الزاكرة النوم المنتظم النوم المنتظم لأن عملية الفايلينج أو تقسيم الزكريات بقى في ملفات خاصة يعني ومترتبة مع بعض وحاجات كده ما بيحصلش غير أثناء النوم أنا نوم المنتظم الليلي مش حد يبقى لي بالنوم يقول لك أصلا بنام كويس قوي بس بنام بالنار وبصحة طول الليل لا النوم المنتظم الليلي من أقوى الحاجات اللي بتحافظ على الزاكرة إيه تاني يحافظ على الزاكرة؟ كل الألعاب الزهنية كل الألعاب اللي تستخدم فيها مخك من أول الشطرنج ما هو دي لعبة الكلمات المتقطعة دي من أكتر الحاجات بتحافظ على الزاكرة لغاية لعبة شهيرة جدا مش عارف الجيل الجديد عارفها ولا لا لعبة اسمها أوتوبيس كومبليه عارفها؟ اللي هو عارفينها؟ عارفينها أكيد يا خلاص؟ ولد بنت جماعة حيوان حاجات كده إن أنت بتستدعي بالزاكرة بشكل سريع كمان مش بتقعد بقى تاخد وقتك لا ده أنت مطلوب منك تفتكر مثلا حيوان بحرف الجيم وبلد بحرف الجيم واسم ولد بحرف الجيم واسم ولد بحرف الجيم فده عملية التدريب دي من أكتر الحاجات اللي بتحافظ على الزاكرة من الحاجات برضو اللي بتحافظ على الزاكرة جدا خفض التوتر ده بيحافظ على جودة الزاكرة يعني أنك تبقى فاكر بقى الشيء بتفاصيله تفاصيل التفاصيل من الحاجات برضو اللي بتحافظ على الزاكرة ممارسة النشاط البدني المعتدل المعتدل يعني المشي نشاط بدل الحركة جوه البيت تبقاش قاعد كده على طول وقاعد قدام اللابتوب قدام الكمبيوتر ومسك التليفون الحركة خلاص الحركة دي بتساعد على جودة الزاكرة والاحتفاظ بالزاكرة القوي من الحاجات برضو اللي بتحافز على الزاكرة قوي المخالطة والعلاقات الاجتماعية يبقى العكس ايه بقى الوحدة تضعف الزاكرة الناس اللي هم على طول عايزين يعودوا لوحدهم يقول لك سه ما ليش بقى ما ليش في الناس وما ليش مش عارف ايه وانا ما هقابلهم ليه ولا هتكلم معهم ليه ولا بتاع الحكاية دي الوحدة تضعف الزاكرة جدا من الحاجات برضو اللي بتحافز الزاكرة او بتحافز على الزاكرة وجودتها ربط المعلومات ببعض اه مش دا الموضوع اللي كنا مش عارف ايه مش دا الشارع اللي مشينا فيه لما كنا راحين عند فلان او عيادة دكتور فلان او عند معمى تحاليل وروحنا بعد كده جبنا الحاجات دي من صيدلية مش عارف ايه واها كأف عمين ربط الحاجات دي ببعض بيحافز على الزاكرة او ربط الحاجات المعلومات بحاجات نعرفها او ربط المعلومات بصورة مرئية يعني مثلا ايه اللي هو ايه حد يقول ايه دولة ايطاليا في قارة اوروبا يقولك اه مش هي اللي هي على شكل الحزاء دي اللي هي على شكل البوت كده ايطاليا دي واخد شكل البوت ما انا فاكرها من الخريط انت هنا ربط حاجة بحاجة واكيد الحرص على تناول اغزية معينة بيفيد الزاكرة برضو زي ايه زي الخبز بكل انواعه يحافز على الزاكرة التوت السمك بكل انواعه الموز الكرفس السبانخ الجزر الكرومب زيت الزتون زيت الدرة الزيت الحار البطاطا الليفت الجانسنج اللبن البيض الشاي لاخضر الزعتر القهوة التفاح اللاخضر البرتقان واكيد اكيد شرب الميا طيب في المقابل ايه العوامل اللي تضعي في الزاكرة الاضطرابات العاطفية بتضعي في الزاكرة التوتر بعض الأدوية نقص فيتامين بهتناشر انقطاع التنفس اثناء النوم كل ده يضعي في الزاكرة اجراء العمليات الكبرى لقدر الله في المخ امراض الاوعية الدموية الدماغية اهمال علاج الغدة الدرقية كل ده يضعي في الزاكرة اصابات الرأس وطبعا التدخين بكل أنواعه والمخدرات والكحليات على فكرة حكاية زاكرة السمك دي ملهاش أساس علمي الناس تقولك انت عامل زي زاكرة السمك لا دي ملهاش أساس علمي السمك زاكرته مش ضعيفة لكن كل ما في الأمر ان اللي هو علاقة بالصيد يعني الصيادين أساسا هم اللي طلعوا الجملة دي عشان كده الشاعر الصديق ايمان بهجة امر كان قال مرة في تتري مسلسل اسمه عرف البحر بنرمي نفس الشبك وبرده السمك ما فهمش يعني ما فهمش ان هو بقى يبعد عن الشبك في اشارة الى ان الانسان مش بيتعلم من اخطائه وبيكررها احيانا انما علميا علميا بقى اضعف الكائنات من ناحية الزاكرة ها يعني اقصر زاكرة هي ذاكرة حيوان الفقمة اللي هو عامل زي كلب البحر ده خلاص بينما اقوى الكائنات الحية في الزاكرة هم الحيتان والدلفين والغربان السودة الغراب الاسود والفيل والشمبانزي والحمار دول من اقوى الحيوان او الكائنات الحية في الزاكرة وانسانيا قيل ان فيه شخصيات معينة كان عندهم زاكرة استثنائية زاكرة فولازية زي الاسكندر الاكبر وموتزرت الموسيقى الموسيقار الشهير وتشيرشل السياسي البريطاني الشهير وبيل جيتس برضو اللي هو رجل التكنولوجيا الاشهر ده كان كلامنا مع حضراتكم وختام حلقتنا النهاردة وكلمنا في الجزء ده عن الزاكرة عند الاطفال وعند الكبار يارب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة النهاردة وان شاء الله اذا ربنا اراد اشوفكم الاسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحكا سلام عليكم اشتركوا في القناة